لسه مع أخبار نادي الزمالك ومصدر في نادي الزمالك قال لنا في رقم عشرة إنه خلاص نادي الزمالك اتفق مع عبدالله السعيد على الانضمام للفريق بداية من الموسم البوجبير وأنا بقول لكم قصة عبدالله السعيد دي مؤكد خلصت لسه فاضل شوية روتوش بين الزمالك والبرامد هتخلص هتخلص ليه؟ عبدالله اسم كبير في البرامد هما بيتعاملوا مع أنه هو اسم كبير وعنده الشخصية وهو قد للفريق كتير هو كان قائد حقيقي البرامد في السنوات منذ انضمامه للفريق هو القائد للفريق في الملعب وخارج الملعب فالعلاقة بين عبدالله السعيد والبرامد تسمح له إنه لو عايز يتحرك من برامد زروح نادي الزمالك في نهاية مشواره هو داخل على عمر الثمانية وتلاتين سنة واللوات سبعة وتلاتين سنة ومنتصف العام القادم يبقى عنده ثمانية وتلاتين سنة ورايح نادي الزمالك يوافق له هتقول لي سبعة وتلاتين سنة أو ثمانية وتلاتين سنة أنا بقول لك أنا بقول لك عبدالله السعيد الزمالك هيستفيد منه على الأقل سنة لو مش سنتين كمان هتقول لي الزايد عنده سبعة وتلاتين سنة ودخل على ثمانية وتلاتين سنة عبدالله السعيد اللي عارفه في الملعب وخارج الملعب عارف إنه لعب بيحافظ على نفسه جدا عشان كده لحد الوقت يتلاقوه بيلعب تسانين دي عادي جدا وبيعمل مجهود بطول الملعب وبعرض الملعب وعادي جدا بيحافظ على نفسه بيركز في تدريباته ما عندوش مشاكل بخلاف بقى نقطة عظيمة في عبدالله السعيد انا لحد هذه اللحظة باستغربها انها تبقى في بني ادم مش في لاعب اصلا يعني بقى بشكل اعام يعني ما بيسمعش ما بيتأثرش ما فيش اي حاجة ممكن تهده ولا تزعله ولا تضايقه ولا تأثر فيه على فكرة دي شخصيته اصلا مش بس في الملعب هو شخصيته العادية كده هو شخص هادي جدا بيركز بس في شغله لكن واحد زي عبدالله السعيد والحاجات اللي مر بيها كتير دي كانت ممكن تخلص عليه بسهولة لكن هو كل سنة ورا سنة تلاقوه بيتوهج اكتر ودي ميزة عبدالله السعيد